اشتركوا في القناة 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 هنعتبر ان المنص اللي عندنا او الشهر اللي عندنا مسلا اه اللي هو الجانياري اللي هو يناير او فبراور اللي احنا فيه حاليا وعايزة اعرف الطفل ان النتيجة عامة او التقييم بيتكون من اه اساس والارقوم والاسبوع عندنا سبع ايام اللي هو السبت الاحد الاسنين السلساء الاربعة كده هنعرفه طبعا اللي هيشتغلوا في اللغات هكذا لكن اللي هيشتغلوا في العربي عارفين هنعملي عايزين نعمل النشاط ده ونبدأ نخليها قدامنا عشان كل يوم رياضة هنشتغل في عايزين الطفل يقول له ها النهاردة يوم ايه عايزة يطلع من دي او النتيجة ايه اللي هو اليوم اللي احنا عايشينه عشان يحفظ الاسبوع ويحفظ انت ازاي بتطلع عن طريق الخط الافقي مع الخط الرأسي ده مفيد جدا معنا كده ان احنا كل يوم لما هنشتغل رياضة هنطلع دي تبقى معانا عشان كده بقول محتاجينها جدا او محتاجين احنا نوفر آآ تقويم يبقى قدام الطفل علشان يشتغل عليه آآ النشاط بتاعنا ان انا بقول كل قاعدة ما نيجي نعود مع بعض النهاردة يوم اين مسلا على سبيل المسال مسلا آآ اليوم اللي هو لقيت فلسطر دي واحي كزا احنا عايزين الطفل يتعود على انه يطلع الايام من التقويم هنقش مع بعض ومع مامو يعني ايه ماذا تخبرنا الارقام اللي موجودة في التقويم والدوزانون برضي تلقص الارقام الموجودة في التقويم بتخبرنا ايه وعايزك يا بطل تعملي مثال تلمية على اللي عندك دي نواتع الله علي منها مثال في النهاردة مسلا ماما تجيب لك النتيجة اللي انتم عملتوها او التقويم اللي انتم عملتوه وتبدأ تطلع لي كل يوم النهاردة اللي هشغلنا فيه طبعا ده عايزة سوابت بداية كل شغل في الرياضة يعني اول ما تبدأ كده احنا النهاردة اليوم ايه فهنجيب لك التقويم نبدأ انا طلع ايه لو لاحظتو ان الابل كده الموجود في الكلنر دي او زي ما قلنا في نمط. ايه هو ان انت عندك الاسبوع قلنا سبعة ايام بيعملو ايه او تكرار كل سبعة يعني انت بتقرر ايام الاسبوع كل سبع مرات لان الشهر فيه اكتر من اسبوع فانت بتكرر الاسبوع اكتر من مرة فده اللي ظهر عندنا مفروض ان احنا نعرف الايام الاسبوع ونعرف الاسئلة دي نقشها مع بعضنا وتعالوا نشوف الكتاب اللي هو ده اللي انا بتكلم عنه وده اول ليفل معنا وبيعتبر هو على الشغل اللي احنا اشتغلناه الترم الاول عشان كده بقول ما ينفعش حد يبدأ يخش على طول معنا على الترم التاني علشان احنا بنبني على القديم. طيب فاول حاجة موجودة في الكتاب ان هو بيعمل مراجعة على الالوان الاولية او اللي هي الاساسية. اه بيقول ان في عندنا بيزيك كالورز دي ان المفروض الطفل يعرفها اللي هي المفروض الوان ما ينفعش نطلعها من لون تاني يعني هي اساسية موجودة كده الوحدة. خلاص. وآآ المفروض نعمل امثل عليها واحنا خدنا النوضوع دوان باستفاده في او اكتشف ويه الكمان في السينافور. طيب بعد كده اتكلم على الوان السنوية اللي هي الساكن ريكالورز وبيتكلم برضو ان انت تعرف آآ تعرف طفل ازاي بندمجهم مع بعض على فكرة في كيش يوتيوب يبدأ بعد كده بيعرفوا آآ اللونين لما يتحطوا لبعض بيطلعوا ايه? لو عندنا الفكرة ان احنا نقدر نشتغل بيها مع الطفل نقول مسلا نجيب الوان ونبدأ نلون الريد مع اليالوم اللي زي ما احنا عارفين اللي هو بيطلع الورنج اللي اقرب الالوان ان انت ممكن تقدر تطلعها او آآ تستنتجها من التجارب وانت قمعها في البيت آآ بعد كده بتكلم عن الاشكال الهندسية اللي هي الشابس المعروفة اللي هما الاساسية وياما اتكلمنا عنهم في السينافور دي وياما اشتغلنا فيهم ودورنا عليهم حوالينا في الاكتشف فده كمان بيراجع عنه عنده واخر حاجة بتكلم عنها النمط او الباترن بانواعه برضو كنا اخدناه في سينافوري وقلنا ان انواعه اي بي و اي بي سي وال اي اي بي بي فاكرين وال اي اي بي فاكرين الحاجات اللي احنا كنا اخدناها ديت ياريت نراجع عليها وده يبقى بداية ان شاء الله الترميل تاني مع بعض آآ هناخد حاجات كتير هناخد الجامعة وحناخد الطرح وحناخد المربعات السحرية حاجاتها تبقى خفيفة هناخد آآ كل اللي احنا اخدناها مع السينافوري وان شاء الله هناخد حاجات تانية اللي هي موجودة مع انا في المنهج انا اخدت المنهج المصري ليه علشان ما نفوتش كل صغيرة وكبيرة نقدر ناخدها بحيس ان احنا ما نوقعش شغلنا الاساسي اللي هو المنهج المصري وفي وقت نفسه ناخد المهم في السينافوري ان شاء الله في كيجي تو هناخد بقية السينافور اللي احنا كملناه في كيجي وان آآ لو اعجبكم الفيديو شيروا لايك واتمنى يكون الفيديو مفيد لكم ومستنيم نقشاتكم حال للشتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة